أهلا بيكم مشاهدين مرة تانية وجيد الوقت مع عاد فقرة التقص تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة التقص هيكون الصبح حر على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة والشمال الصعيد وهيكون دافي على السواحل الشمالية الغربية وحر على جنوب الصعيد وهيكون بالليل برد على كل الأنحاء خلونا دلوقتي مشاهدين نطمن على حالة الجو من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير على حضرتك وتزالين دا وصباح الخير على كل سادة مشاهدين أهلا بك يعني يا دكتور مع ارتفاع درجات الحرارة اللي بتشهدها البلاد اليومين دولة عايزين حضرتك تطمنين أكتر على تقص اليوم بالفعل احنا لسه اليوم مستمرين في ارتفاعات درجات الحرارة يمكن اليوم درجات الحرارة ستفع عن الأمس بحوالي درجتين اليوم متوقع العزم على القاهرة الكبرى متوقع عزم على القاهرة الكبرى 27 درجة مقوية التقص بالفعل خلال فترة النهار هيكون طبعا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري بيكون دافي على محافظات السواحل الشمالية للبلاد أيضا بيكون حار على محافظات جنوب السعيد وجنوب سيناء ده طبعا خلال فترة النهار ومع زيادة فترات ستوع شعة الشمس خلال فترة النهار لكن طبعا مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل الطقس هيكون بارد في أول ساعات الليل شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في فرق كبير بين درجة الحرار خلال فترة النهار وفترة الليل بيوصل لأكثر من 12 درجة مئوية بالإضافة أن اليوم تكونت شبورة مائية كثيفة على بعض الصرف الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الشبورة دي تكونت في الساعات المتأخرة من الليل واستمرت إلى الآن حتى سطوع أشعة الشمس سعب الكتير إن شاء الله والرؤية ستحسن تماما على كافة الطرق لكن الحمد لله لا أدتش الإغلاق الطرق ولا أصدرت على حركة المرور الحمد لله دكتور بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت ابتداء من يوم الجمعة كمان هيكون فيه ارتفاع ملحوط في درجات الحرارة ويوم السبت أول يوم رمضان من المتوقع أن تكون درجة الحرارة 36 فعايزين حتك تكلمين أكثر على حالة الجو والظواهر الجوية اللي هتظهر يوم الجمعة والثبت بالفعل يمكن احنا كنا نعلمنا في الهيئة العامة لأرصاد الجوية واعتبارا من الجمعة القادمة هنتأثر طبعا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب بشرق أوروبا كتل من جنوب بشرق البلاد يملكتل من التحرق شبه الجزيرة العربية مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الكتل الهوائية الجنوبية دي هتعمل على تتعمل خلص درجات الحرارة بالفعل الصف سيكون خلال فترة النهار يوم الجمعة والثبت القادمين شديد الحرارة خلال فترة النهار بارد خلال فترات الليل لكن الكتل دي عشان كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحرة نسب روتوبة فيها منحفظة فالإحساس بدرجات الحرارة مش هيكون زي فصل الصيف يعني احنا لو تجنبنا التعرض المباشر لأشعة الشمس ان شاء الله الأمور دي هتعدل بسلام عشان ده هيكون طبعا أول لوم في شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين الأجواء هتبقى شديدة الحرارة خلال فترة النهار العظمى 36 على القاهرة الكبرى والأجواء دي هتستمر كمان معانا اليوم الحد والاثنين كمان طبعا دكتور هل من المتوقع أن يوم الجمعة أو السبت يكون فيه أتربة علقة أو نشاط لرياح مصاحب لارتفاع درجات الحرارة بالفعل مع ارتفاع درجات الحرارة من يوم الجمعة ان شاء الله يبقى الجمعة والسبت موجود فيه أتربة علقة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري هي طبعا أتربة علقة مش ربال مصارى خلنا نترق من الاثنين لما المصارى يبقى معاها نشاط لرياح ويتقدم انتفاض الرؤية بشكل ملفوظ لكن هيبقى فيه أتربة علقة هتقدم انتفاض الرؤية الأسوقية لكن مش هيبقى معاها نشاط لرياح على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري السواحل الشمالية محافظات شمال السعيد هتستمر معانا يوم الجمعة والسبت وان شاء الله معا يوم الحد هيبقى يكون فيه نشاط لرياح خلال ساعات المساء ده اللي هيقدر فلصيفي لأجواء خلال فترة المساء بإذن الله إن شاء الله مشاهدين كانت معانا الدكتور مونار غانم وعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الوقت يخلونا نستعرض مع بعض درجات الخرارة المتوقعة وهنبتديها كالعايدة من القاهرة بتسجل العظمة في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 13 الإسكندرية العظمة 23 والصغرى 12 مرسمة تروح العظمة 22 والصغرى 10 سيوى العظمة 27 والصغرى 9 بول سعيد العظمة 22 والصغرى 14 ضمياط العظمة 21 والصغرى 13 الإسماعيلية العظمة 26 والصغرى 10 السويس العظمة 25 والصغرى بتسجل 12 هنروح للعريش العظمة 23 والصغرى 12 طابق العظمة 26 والصغرى 14 سان كاترين العظمة 24 والصغرى 5 شرم الشيخ العظمة 31 والصغرى 18 الغرداء العظمة 29 والصغرى 14 الفيوم العظمة 27 والصغرى 12 بني سويف العظمة 28 والصغرى 12 المينيا العظمة كمان 28 والصغرى بتسجل 11 هنروح لأسيوت العظمة فيها 29 والصغرى 12 سهاج العظمة 30 والصغرى 11 فناء العظمة 32 والصغرى 12 نقصر العظمة 35 والصغرى 13 أسوان كمان 35 والصغرى 15 الوادي الجديد كمان بتسجل 35 والصغرى 12 شلاتين العظمى 30 والصغرى 15 وأخيراً حلايب العظمى 26 والصغرى بالسجل 18 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع للشازلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صبع الخير يا مصر إليكم شكراً لك يا لند